اشتركوا في القناة تجيب له سكر تخليه على فمة يشعر بمرهارة لا يشعر بحلاوة السكر لماذا؟ لأنه انحراف في مزاجه هذا المرض سبب أنه الذوق يتغير أحيانا الشامة تتغير ريحة طيبة زكية لا يشعر بها لماذا؟ لأنه هذا المرض سبب أنه وهذه حاسة الشامة تتعطل موقتا مثلا في الأمور المعنوية كذلك المعنويات لها لذة لكن من يشعر بهذه اللذة؟ الذي كان مزاجه المعنوي سليما لا انحراف فيه لا مرض فيه إذا واحد تلقى علومه عن الأم عليهم الصلاة والسلام وأطاعهم لأن الله أمر بإطاعتهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله فحين ذاك يشعر بلذة الإيمان إذا شعر بلذة الإيمان سوف لا يتركه لأنه الشخص اللي يترك الإيمان عادة الذي لم يشعر بلذته بل إش مأز منه لماذا إش مأز منه؟ لانحراف في سليقته في طبيعته مثل المريض الذي يشعر بمرارة من السكر يتركه ويقول هذا مر ما يفيد إذا شعر بحلاوة الإيمان الإنسان سوف لا يترك هذا الإيمان إذا أكو في بعض الأحاديث اللهم لا تسلب مني لذة مناجاتك يعني واحد في منتصف الليل يقوم والناس نيام وهو تعبان يقوب ويبدأ يناجي الرب هذا فيه لذة معنوية لكن الإنسان الذي لا يشعر بهذه اللذة المعنوية شوية يدعو يتعب بعدين يروح ينام اليوم الثاني هم يروح يناجي وغالب الناس هكذا حتى المؤمنين منهم إنما يصلي إنما يصوم إنما يفعل الواجبات يترك المحرمات رغما على أنفه لا يشعر بلذة فعل الواجبات لا يشعر بلذة ترك المحرمات هو مؤمن لكن إيمانه ناقص إذا ما يشعر أما إذا إيمانه كمل فيشعر بلذة العبادات بالطاعات فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه يعني الحق الواجب لإمامه وجد طعم حلاوة إيمانه هذا الإيمان إلى حلاوة يدرك ذلك وعلم فضل طلاوة إسلامه الطلاوة مثلثة الطلاوة يعني الطلاوة الطلاوة وطلاوة كلها صحيحة الحسن والبحجة يعني حسن الإسلام يدركه ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هناك بعض الناس يرتدون عن الإسلام أو يقول إحنا متورطين مع الإسلام لماذا هكذا يقول لأنه هذا أعمى ما يشوف الحسن الذي هو موجود في الإسلام والسبب في ذلك أنه معرفته ناقصة إذا معرفته كانت صحيحة يجد فضل طلاوة الإسلام جمال الإسلام يراه فإذا رأى جماله هس كل الناس يقولون هذا قبيح لا يتأثر بذلك لكن إذا لم يجد جمال الإسلام ولا ذاق حلاوة الإيمان زين؟ يتأثر بالناس هس إما يرتد إما يضعف إيمانه إما يترك التزامه ويبقى مسلم بالهوية والجنسية